أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لملف التعليم الفني والتدريب المهني والحرص على التوسع في هذا القطاع النوعي وفق استراتيجية حديثة تواكب التطورات العصرية واحتياجات سوق العمل والتجاوز التحديات والأضرار التي تواجه هذا القطاع جراء حرب ميليشيات الحوثية الإرهابية وأضح رئيس الوزراء خلال ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني أن الحكومة وضمن برنامجها العام حريصة على تحديث وتطوير البنية التحتية لمعاهد التعليم الفني والتقني والمهني وكليات المجتمع عبر توفير تمويلات خارجية من قبل المانحين والسعي لتوفير التجهيزات اللازمة لكل التخصصات الفنية والتقنية مشيرا إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني يعد أحد ركائز التنمية البشرية لما يمثله من أهمية في رفض سوق العمل ومؤسسات الإنتاج بالكادر المؤهل الماهر حرافيا وفنيا وتقنيا بالإضافة إلى التدريب المستمر الذي يساعد على تجديد المهارات بما يؤدي إلى استيعاب التكنولوجيا والتقنيات المتطورة أطلع الدكتور معين عبد الملك من نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عبد الرب المحولي ومسؤولية القطاع إلى التحديات القائمة ومقترحات تجاوزها لتطوير التعليم الفني والمهني بما في ذلك تحديث مناهج التعليم والتركيز على الجوانب العملية المواكبة للعصر والتقنيات الحديثة موضحين الاحتياجات القائمة في هذا القطاع لافتين إلى المعاهد والمؤسسات التدريب المهني القائمة سواء الحكومية أو الخاصة وكذا قيد التنفيذ في المناطق المحررة وسير العمل فيها وجه رئيس الوزراء بعداد خطط متكاملة للنهوض بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني والعمل وفق الإمكانات المتاحة لتطوير هذا القطاع وتجاوز التحديات والأضرار التي تسببت بها حرب ميليشيات الحوثية الإرهابية مؤكدا ضرورة إعطاء قطاع التعليم الفني والمهني أهمية استثنائية في خطط التطوير من أجل استيعاب المزيد من الشباب في سوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة المواكبة للاحتياجات موسيقى موسيقى